مدينة العالمين انا اول مرة اجي مدينة العالمين بصراحة المكان جميل جدا المول في كل حاجة محتاجة مش محتاج تطلع بره عشان حاجة يعني البحر جميل والناس لطيفة والجو جميل وكل حاجة جميلة يا ري ديكوريشن هنا حلو قوي المكان كأنه مكان اوروبي كيحس ان انت مش في مصر بصراحة المعمول حلو قوي المهندسين مزبطين يعني كشكله كده جميلة وكمان ميساحته حلوة والممشا حلو والمطاعم كمان جميلة جدا يعني المكان حلو ان انت تتصور فيه فيه كزا مكان ممكن تاخد كزا صايد في الفيو كده مشاء الله ودينة العالمين تحفى بالذات الحاجات ومشاء الله المولات والمحلات وكده والمول مشاء الله يعني تحفى يعني هو انا اول مرة ايجي بس نزلنا كالنا في المطاعم واتمشينا شروعية في المولز وكل الأميكة في السوبر ماركت وبصراحة كلها حلوة احلى من بعضها اول مرة ايجي عاجبني اول مكان وكل حاجة وهو حلو جدا وفيه حاجات كتير حلوة وفيه متعة وكل حاجة العالمين هنا الصراحة جميلة جدا وكل حاجة فيه حلوة والشواطئ الجميلة وكل حاجة وعجبني الحافلات وكل حاجة انا مبسوطة هيا حلوة بس حاصة برضو ان miljاني حاصة ان انا في مصر بس برضو مش قوي في مصر فهم فحاصة ان انا عدا في دبي كده لوقتي فحلوة بس طبعا الستور служبية حلوة وأماكن حلوة فمبسوطة طبعا مفيش احسن بحر ساحل فانا عارفة كده وكل حاجة حلوة أنا حبيت البادل جربنا البادل الآخر مرة وأنا كنا قاعدين فراس الحكمة فانبسطت فيها ومبسوط أن هناك عملات 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 فيها وحيات كده المكان طبعاً من أولاً ما تخش الباركينج، الاندسكيب، الانتيرير كل حاجة وكمان الجميل في الموضوع أن المكان مجهز يعني أنا شفت جولف كارز ده يسهل طبعاً على الناس الحركة سواء كبار في السن أو هانديكابد مثلاً اشتركوا في القناة